فوضت دارة التعليم العام في وزارة التربية والتعليم مدراء التربية في الميدان مراعاة ظروف الطلبة الأردنيين في المدارس ذات الفترتين وذلك عطفا على القرار الذي أصدرته بتعديل أوقات الدوام الرسمية على نظام الحصص وفي استطلاعا أجرته الحقيقة الدولية أكد مجموعة من طلبة المدارس أنهم يرفضون نظام الحصص الذي يؤثر على تحصيلهم العلمية خصوصا أن فيه تأخير لهم عن العودة إلى منازلهم أنه بصير روحه عند المغرب في الناس بدأوا على الفجر يعني البنات شو يساووا في البساطة مش حلو بالمرة يعني بروح من المدرسة يكون خلص يومي لا مش حلو ضغط على الطلاب هذا البرنامج لا ولا ما فيه لا ضغط ولا شيء هذا النظام أحسن شيء عندك الحصة الثامنة ده يختم ما في غير هيك أما تقول لي لا روح بدري ومش روح بدري في الشحدة بعيدة عن المدرسة اللي بعيدة ما يراوح يعني في التوقيت المسائي راح يكون فيه توقيت شتوي يعني مش راح نلاحق نأخذ حصة ثامنة فيعني اللي يداروا بعيدة عن المدرسة بسرح يلاحق روح قبل المغرب من ناحية الطلاب لأنه ضغط وصير على الطلاب تقول أنه تمان حصص أنه طالب معهنش وقت يدرس يعني تمان حصص يعني بدري روح الساعة ثلاثة ما تبدو بلش دراسة لسه بدنام ويرتاح ويتحمم يعني فيه شغلات كثير بده يسويها مش بس حصص مش بس مدرسة يعني أنه هو يجب وقت متأخر وأنه الطالب ما بستحمل يعني أنه لازم نفذوه من أول الفصل ولازم مش هسه مش وقته يعني أنه القرار أجب بوقت أول إشه متأخر صار هسه قربت الامتحانات وبعدين أنه الطالب كل تركيزه أنه في الاعادة في البيت لما يعطي الأستاذ المعلومة ويثبت المعلومة في البيت أنه مش راح يصير عنده وقت الطالب الدريح طبعا العقل البشر ما بيستوعب الحكي هذا مش مع القرار لا ما بنستفيد إشي بالمدرسة والله درست الدار هي اللي بتنجحنا في المدرسة يعني ثم نحسس شو بدنا نلاحق ندرس الواحد ذات سهران بالليل القرار شو رأيك فيه قرار الغلط غلط بس يعني لازم نحترم أراءهم لأنه ممكن هما شايفين مصلحتنا مصلحتنا أكثر مننا قراري يعني بقول الجباري كله يعني القراري قراري من الشاب اللي أخذته أول شيء ويمكن المدير التربية والتعليم في الميدان بدء الحصة الأولى في المدرسة عند الثامنة صباحا بدلا من الثامنة والنصف وبما يناسب ظروف الطلبة والمنطقة الجغرافية كما أن الوزارة فوضت أيضا مديري التربية والتعليم في الميدان بتحديد بدء ساعات دوام الفترة المسائية وبما يحافظ على مدة الحصة الدراسية ويراعي ظروف كل مدرسة وطلبتها محمد الفائز الحقيقة الدولية